أعلنت وزارة الصحة والسكان التقرير النهائية لمتابعة حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية التي شهدتها محافظات الجمهورية منذ صباح أمس الجمعة وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم والصادر عن غرفة الأزمات بالوزارة وفي تقريرها أوضحت الصحة أن محافظة كفر الشيخة شهدت وفاة مواطن إثر تعرضه لحادث صعق كهربائي في عمود إنارة بينما أصيب آخر في حلوان كما رصدت غرفة الأزمات بالصحة وقوع حادثي تصادم في المينيا جراء عدم استقرار الأحوال الجوية والأمطار هذا وأكدت الصحة توافر مخزون استراتيجي كاف من الأدوية والمستلزمات الطبية والأمصال المضادة للذغات العقارب والثعابين في جميع المستشفيات والوحدات الصحية بكافة المحافظات فضلا عن توزيع سيارات الإسعاف على المناطق الحدودية والوعرة والطرق السريعة بجميع المحافظات وزيادة أعداد الأطقم الطبية في أقسام الطوارئ بالمستشفيات